اهلا وسهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل والحوار موصول وارجو ان حضراتكم كمان تتواصلوا معنا في هذا الحوار باهتمام وانتباه لانه مش موضوع علمي كده بنتكلم فيه ولا حتى بموضوع اثري بنتكلم فيه عن حضارة المصرين القدماء ده موضوع آني جدا جدا ويهم كل الاجيال الحالية سواء امهاتنا وابهاتنا او الاجيال الجديدة لان احنا نتكلم على صحتنا وحياتنا كيف نأكل وماذا نأكل كنا توقفنا عند النقطة الاساسية اللي فتح بيها الحديث دكتور وسيم السيسي وهي متعلقة باحد اهم النصائح بتاعة الحضارة المصرية القديمة في علوم التغذية وهي ان لا تأكل الا يعني ان لا تأكل الا من غذاء ارضك يعني فكرة استيراد الاخذية واستيراد الاطعمة واستيراد الاكل اللي من بره ده هو اكبر ضرر وهنا بقى استفاد الاستاذ دكتور مجد نزيه فيما تعلق بشرح الفكرة وكنا وقفين عند التوم تمام خليني اقول حاجة بعد اذن حضارك فضر بعد الساعة الدكتور وسيم بي فضر اقوى شهادة نجاح اقوى اقوى شهادة نجاح اه وصيغت عن النمط الغذاء المصري الصحي ساعة كورونا جائحة كورونا اما جات جائحة كورونا الفيروس يسبب جلطات يحدث التهار في الرئة وفي النهاية هو مضاد للمناعة صح فكان لابد ان احنا ما لجي نفتش احنا ما ندي الادوية بس المريض احنا ما بنصوموش ما بنجوعوش صح يبقى لازم ااكلوا اما ااكلوا ااكلوا بورجر ما عم نخلل كده صريح ولا يبقى لازم ااكلوا غذاء يناسب الحالة الغذاء الوحيد او الاغذية الوحيدة اللي تناسب هذه الحالة مجتمعة الانماط الغذائية المصرية القديمة اللي موروثة من خمس تلاف سنة وعلى سبيل المثال الحصر ممتاز الملوخية الجافة التي تعد بالماء البارد اللي بتسمى مرة ملوخية براني وفي مجتمع تاني وتسمى طبخة الستة على الفرشة لان بتعملها الستات في الصعيد او في الريف يوم الخبيز فما بيكونش عندها وقت تطبخ فبتعملها سريعا واللي بتسمى دارجا شلولو اللي هي جاية الاسم ده من الاسم المصري القديم وساعدتك استاذنا شيلولا تمام تحرفت الى كلمة شلولا دعينا نرجع بس هنا يا دكتور مكدي للفكرة الاساسية وهي فكرة انه لانه الامثلة زي ما حالك تفضلت كثيرة فيما يتعلق بالغذاء الصحي يعني ممكن نضع كل هذه الامثلة تحت بند الغذاء الصحي الغذاء الصحي اللي هو انت بتضطر تاكله وانت بريد يعني لما بيكون بريد سواء بيه اللي قدر الله وقت ما كان بعض الناس مرضى بكورونا او بصفة عامة لما حد حارضته بتعلى لما منعته بتقل لما بيجي له دور بربه ودور مش عارف ايه كذا كذا بيضطر يقعد في البيت وياكل ايه صحي يعني معنى كده ان الاكل غير ده اللي انت بتاكله هو اكل غير صحي لما بترجع تستعد عبيدك ترجع تضرب بقس جوء وكبدة وبرجر وبيتزا ومش عارف ايه فانت عارف ضمنا ان هذا غير صحي بس نرجع للعنوان المنشط العريض وانا عقبت على الدكتور وسيم فيه فيما تعلق بان هذه النصيحة نصيحة غذائية سياسية اقتصادية ان انت كمان مش بس عشان صحيتك تبقى كويسة عشان تبقى سياستك واقتصادك اقوياء وقرارك من دماغك ان تاكل من زراعة ايدك فهي نصيحة هينوغليفية قديمة اقتصادية سياسية احسد ايه النصيحة التانية النصيحة التانية كانت اياك وزيات الوزن اياك والسمنة يؤكدها تقرير جاي من الجماعية الطبية الامريكية السمنة اشد خطرا من السرطان وكان في مصر القديمة يقولون اذا تفشت السمنة في بلد فهذا دليل على ترهولها وكسل ويعقب ايضا الاستاذ عباس محمود العقاب يقول كانت الممالك التي حولنا كان جواز الدخول الى عالم الزواج هو السمنة حتى ان احد الشعراء المنك حبيبتي هي كالبدر ان بدى تمر اليوم وفتمر اردفاها غدا فالنصيحة اياك والسمنة اياك والسمنة واخيرا يعقب العقاب يقول انظر الى نفرتاري ونفرتيتي على الجداريات تكاد الواحدة منهن تطير من فرط الخفة والرشاقة وهذا هو الجمال المصر القديم الذي عاد اليه العالم في القرن العشرين يا سلام يا سلام يا سلام اكتشفناها ازاي بقى دي الجزاء دي بعد اذن ساعد تفضل يفضل المصر القديم عارفة الاحتياجات الغذائية لكل فرط لكل فئة اللي بيشتغل كتير يدي له عيش كتير خبز كتير اللي بيشتغل قليل يدي له قليل بيدي مقننات الاغذية اللي بتطاقة اللي بتزود الوزن على حسب النشاط العمال يديهم غزة اكتر الكتبة والمحترمين والمثقفين لا يديهم اهل لان انا ما بديكش بمركزك انا بديك بالنشاطك الله على قدر المجهود طبعا اكتشف الاحتياجات الغذائية احنا النهاردة ثقافتنا بعافية شوية على قد ما انا ايه انا عادي اعرف مين اللي جاب سريد والله ابرو عريكا دكتور المصطلح ده مين اللي جابه اللي هو ايه ثقافتنا بعافية اه او يقولك فلان بعافية بعافية ديه المفوت بصحة مع انه هو قصد انه هو مريض ايه انت دلوقتي اصدك ثقافتنا بعافية انها حلوة اه لا طبعا ان فيها مشكلة مزهول مرزيني تبقى ده نيف سينة تبقى ثقافتنا بعافية ايه جاب نها من انت ما فيش حاجة لها من زمان ده دي حضارة برضو لانها حضارة البعد عن الكلمة الصعبة يعني يا سلام مش عاوز يقول حضارتنا مريضة حضارتنا وحشة حضارتنا متخلفة اه يقولك حضارتنا بعافية فكمان عايز يقول على فلان بدل ما يقول فلان تعبان او مريض او كذا يقولك فلان بعافية 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 شوية اه فات ايه رقة في التعبير يعطلعت رقة في اله اه باش حمسيها رقة اكتشفنا كتير افندم الغذاء المصري القديمة والمطة الغذاء المصري القديمة من اروع ما يمكن واكتشف المصري القديمة وتعلمت الحقيقة من سعاد دكتور واسين بيه اه حاجة مهمة جدا خليني نقول الكلام الجديد اللي بيتقال اكتشفنا ان الانسان كأنه كرة ارضية متحركة اللي هو الحرب الدي لما بين البكتيريا النفع والبكتيريا تضر جوا الجسم ودي الصيحة الجديدة اللي نسب اليها او اكتشفنا ان ينبغي ان ينسب اليها الحالة الصحية العامة بتاع البناء ده يحضرني بيت شعر انا تعلمته من سعاد دكتور واسين بيه اللي هو بيقول افتكرته يعني اللي هو بيقول تدعي انك جرم صغير وفيك ينطوي العالم الاكبر مش كايد سعادتك بالضبط كده فعلا الانسان هو وتزعموا انك جرم صغير وفيك انطوي العالم الاكبر الله ده علي بن ابي طالب كميلة وفعلا اكتشفنا ان الانسان جواه جيوش خير وشر وفيه حرب دائمة معلش تنيع وعش بس بتريني في الدماء داؤك داؤك منك ولا تشعر داؤك منك ولا تشعر ودواؤك معك ولا تبصر دا الغزاء دا ودواء مصبوط مصبوط وتزعموا انك جرم صغير وفيك انطوي العالم الاكبر يا سلام كان سيدنا علي ابن ابن طالب كان يلقب به لا لا دا خطير اه كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انا مدينة الحكمة وعلي بابها اه تمام ودواؤك معك ولا تبصر اه اللي هو ايه بقى في القصة دي ان انا اللي بقيدي اه دعم انهي جيوش جواي ادعم جيوش الشر يبقى زي ما ساعدتك النقطة اللي ساعدتك تفضلت بيها ان يا جماعة النهاردة اما بناكوا الوجبة صحية دي بتبقى مرة فمعرفش في ايه هو دا اللي اصبح استثناء صحيح يعني المطبخ اللي احنا مكلفينه مقاتل الالوف جوا بيوتنا دا للزيارة يعني النظام هنجيب ايه مش هنعمل ايه وبالمناسبة عشان انتو حالكوا عارفين ان احنا هنا مبدأنا في البنمج الشفافية احنا الدردشة اللي كانت بيني وبين الاسادزة الكرام والدكاترة الأظام في الفاصل كانت متعلقة بالقصة دي بسكرة منتكلم على اليوميات بتاعت حياتنا وقلنا انه للأسف يومياتنا بعافية على ذكر الدكتور بس بعافية وحشة لانه معظم سلوكيات الغذائية معظم سلوكيات الا من رحمة ربي سيئة جدا 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 كل ولادنا دلوقتي بيأكلوا معظم وجواتهم ديليفري او فاست فود او اللي بتسميها رام رامة زمان كان ممنوع علينا هذا الكلام وقلت لدكتور مجدي انه انا مستغرب دلوقتي ان بعض الامراض زمانة اللي كنا بنسمع عن انه اجداد اجدادنا هم اللي بيصابوا بيها بعد سن السبعين والتمانين وكذا بيصبها دلوقتي الشباب بسنة تلاتين سنة واربعين سنة حاجة صعبة جدا تلاقي شاب عنده القلب وشاب عنده السكر وشاب عنده مش عارف ايه في العين وشاب كذا حتى الدكتور واسيم ما عليش بقى حاجة شش حتى الدكتور واسيم قال كارثة من كوارث البشر دلوقتي ان الشاب بتلاقي 25 سنة وبيلجأ الى بعض المقويات سواء الجنسية او الغذائية وكذا عشان يمارس حياته ده هو المفروض في ثورة شبابه مزبوط فكل ده نتيجة سوء ما نأكل مزبوط وتأكيدا لكلمة حضرتك رم رم البيتزا نفسها اصلاها رم رم واحدة ست ما لقاتش حاجة عندها يعني تعملها فجابت عيش وحطت عليه بقايا الطبيخ اللي كان عندها وحطتها في الفرن وطلعت دي الهيستري اوف دا بيتزا يا سلام هي كانت اصلا رم رم منتشر صحيح صحيح خلينا نأكد على الجزئية الحرب بين البكتيريا النفعة والضارة انا اللي بقيدي ادعم البكتيريا النفعة او ادعم الضارة هدعم النافع ان انا هاخد اغذية اللي بتسمى البيبيوتك اول واحد اكتشف اغذية البيبيوتك اللي هي الاغذية الداعمة للبكتيريا النفعة المصر القديم اكتشفها في المش عمليات التخمير كلها المش المش الفسيخ يا لهوي. الملوحة. بس يا دكتور بس يا دكتور. لا انت كنا بص. لا يا دكتور. دي بري بيوتك. وبرو بيوتك. لما تكون بري انت بيوتك حتى لا. والله في سماه. انا اخدت بحبك يا دكتور. انا كنا زعبتني منك. انت جاي هنا في الحصد الحصين. ايه فعلا. لمحاربة الفيسيخ بكل انواعه. المشي ما عنديش مشكلة فيه. بس انا عادي مشكلة عشان انا مريض ضغط. ايه. فالمشي طبعا لو ديني في ده هيا. لكن ايه وعاد تاسكم معلش في النامج. يعني اقول اقول المش تيت الملوحة. لكن كلمة دي لا تذكر في الهدف. ايه. ارجوك. لا اوكي. ده انا عندي مشكلة مع الدكتور وسيم. ايه. انا ببصم وورا كلامه. ايه. العلمي كله. ايه. سعندي مشكلة وحيدة معاه. ايه. ان انا متأكد انه حضارة المسيين القدماء مش معقولة توصله من الفيسيخ. مستحيل حد عبقاري ياكل في سيخ. فانا عندي مشكلة في التاريخ في عكاة دي. لكن ما علينا. عدي دي. عدي. نعم من النصيحة التالتة. اه نصيحة التالتة. احنا قلنا واحد. لا تأكل الا من ارضك. ارضك. اتنين اياك والسمنة. ايه. تلاتة. تلاتة بقى. اياك والاكثار او الافراط في الخمر. فانك تصبح كالمجداف المكسور. اه. ونتأثر بالبيئة بتاعت. طبعا. مجداف. وسوف يكون بيتك خاليا من الخبز. يا سلام. الخمر ده. اه. وناس فهمة ان الخمر اللي هي اللي هي بتسكر. في نوع منها اللي هي الحنكت اللي اخدتها هولندا دلوقتي وسمتها هينكين. لان حنكت ده الاسم المصر القديم للبير. ياه. مشروب الشعير. اه. انما عرفنا ان هناك منها كانوا بيعملوا جزء منها زي البريل اللي موجودها دلوقتي. بدون قحول. كويس. ليه بقى كانت تأخذوا الام لابنها في المدرسة. اه. حين كتلية مية الشعير ده. حل. فيعني مش هتاخد له طبعا خمس. هتعمل له مدرسة طفل. طبعا. طبعا. فيبدو ان كان فيه نوعين. حل. انما هم اللي عملوا القحول اللي هو اللي هي هنا. وعملوا النبيت. اذا استخلصنا هنا المعنى. اللي هو الحفاظ على العقل. اه. وطيقدا ومنتبها. اتصبح كالمجداف المكسور. تمام. واده نوع من انواع تخمير الحبوب. اه. هم المصر القديم اكتشف البوزة. بس البوزة الاريجينال. مش الجديدة. تمام. اللي هي تخمير الامح. كويس. الشعير اللي هو البيرة. الواين. تخمير العنب. المصر القديم. اصلا هو اللي عمل ده. حل. اتنقل بعد كده. هو كان التخمير ساعتها من اجل الحفظ. اه ما طبعا. طبعا. عشان ما كانش فيه لكل ربع لتر مية. ملح. ما يزيدش عن كده. لا ده المخللاتية بايه. ما ده غلط. ده يده ملح على ده. غلط. وما تدغليش. عشان انا ما ويتش البكتيري النفع اللي فيها. صحيح. والاصناف الخضروات التي تستخدم. معلش تاني. عشان فيه ستات بيوت كتير. اي. سمعين حضاك دلوقتي. وعشان الاسعار غالية دلوقتي. فمعظم البيوت او الستات بتخلل في البيت. ايه. سواء زتون او خيار او جزر او 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 او. فقول لنا معلش تاني التوصيات بتاعت التخنين. غالية المية ماتت البكتيري النفع. يبعا ما نغليش. ما نغليش. اناق الخضار نمرة واحد. مش اللي قرب يبوز. مش اللي مالوش لازمة عندي. اه. مش اللي بعافية. حل. لا. اجيب الجزارية اقشارها كويس. تكون جزارية كويسة. الخيار نفس الحصة. وهكذا كله على. ومعلاقة ملح. معلاقة ملح على كل كوباية مية. واكبس الكلام ده. في برطمان نظيف. ما يكونش بلاستيك. يكون زجاجي. ما يكونش. ما يكونش بلاستيك. يكون زجاجي. طب تصعبها يا دكتور. معلش. البلاستيك ما كانش زمان. طب هو مش البلاستيك. انا معلماتي متوضع او بس تفسر من الحرارة. بلاستيك خطورته لما يسخن. اه دا كدرجة حرارة. انما كبكتيريا. لا هيتعمل معها. يعني لو انا حطيت عليه ماية فترة عادي وحطيت في المخلل من غير ما سخنه او دفيه او كده. ما فيش مشكلة بس المخلل فيه بكتيريا نفعة. هتأثر على. البلاستيك يتفاعل معي. اه طبعا. هيعمل هجرة بين الخام العبوة الانية. اه. وما بين المادة الغذائية. فاذا يفضل الزجاج. لكن في كل الاحوال البلاستيك لا يستخدم مع اي حاجة سخنة. اه طبعا ولا متلجة. ولا متلجة. ولا متلجة. انا عندي من خمسة الى ستين درجة مقوية. لا لا اقل من كده ولا اعلى من كده. الله دي دي معنومة اول مرة اسمحها بصعر انه بتفاعل كمان مع البكتيريا. مزبوط. مزبوط. ممتاز. مزبوط. ازا عملت المخلل اعمله. خضار نظيف. اه نسبة الملح مع لقة صغيرة. مع لقة صغيرة اللي تبقى مليانة دي عشرة جرام. عشرة جرام نسبتها الى المتين وخمسين او متين واربعين مليليتر. تقريبا من تمانية الى تسعة في المية. دي معدل التمليح الامن. واغطس كل الخضروات. ما عليش يا نهاس. فضل. بعد كل ده. نهلل الملح وما فيش خل. اي. المخل اللي بيطعمه حلو. جدا بس بشرط. ايه. ياخد وقته. ما جيش اقول اصلا انا خلال يومين عايز اكل منه. لا خلاني اروح اشتري له قلال يومين. برحل. اه بالضبع. انما ياخد له عشرة اتنشر خمسين يوم. ياخد وقت وصف. ياخد رحل. بشرط انه يكون غاطس. شطة تمام? اه شغال زي اللي. مية مية. تمام. بشرط انه يكون غاطس جوه المية. لو عيلي فوق المية هيعمل الخماير اللي لونها عبيض. الريم ده. الريم. اه. فانا اغطس جوه المية. طب احعرف اغطس جوه المية ازاي. نحط مش عارف كيس ايه وطبق ايه. لا. لا. ببساطة جديدة. ورقة كرومب. احشرها. هتضغط تحت وهتبقى محشورة. مش هتخليلي الاي خضرات تقيم. لا في فكرة الحشر دي ستات البيوتها مانتلاش. اوكي. 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 يعني ما نحشرون احنا. مش هيحشروا المخلي. بصابة. طيب. نرجع هنا يا دكتور. نرجع بقى استخدام التغذية في تشخيص الامراض. اه. فكانوا يستخدمون التوم في معرفة الزوجة اذا تأخرت في الحمل. وهم يعرفون ان التوم في زيوت طيارة. الزوجة اذا تأخرت. تأخرت في الحمل. عاقر يعني. اه. فهو عاوز يعرف انا بيه فلوه بسلكة او لا. فهو كان يعرف ان التوم في زيوت طيارة. فكان يضع التوم مهبليا. ويجي بعد اتناشر ساعة يشم رائحة التنفس لهذه السيدة. فاذا كانت انابيب فلوب سلكة. الزيوت الطيارة. تطلع من انابيب فلوب للدورة الدموية. الدورة الدموية الجسم يطلطها من طريق التنفس. فاذا شم رائحة التوم في التنفس يلوم سوف تنجب. لان اذا لم يجب. الانابيب سلكة. اللي احنا بنعمله دلوقتي بالسبغة. صح. اللي هي اللي بيدون. اه. هو عرف. ولما الدكتور محمد فياد في مؤتمر سنجابور ذكر الطريقة دهيا. كان تعليق جرينر ميتاج رئيس الجلسة. هل هذا يدل دلالة واضحة على دراية المصريين القدماء بدقائق الجسم البشري. فكان رد الدكتور فياد. هذا بسبب التحنيط. لان هو بيحنط عرف دقائق الجسم البشري. طبعا. وعارف ان الانبيب اذا كانت مسدودة لا تنجب. وان اذا كانت سالكة. يعني لو شم نفسها وما لقاش ريح التوم يبقى الانبيب مسدودة. يبقى مش هتوم. اه. الالسين والزيلة الطيارة مراحتش. يا سلام. فكان ال. بعد كده اذا حملت وعاوز يعرف بقى هو اه. عاوز يعرف اللي جاي جنين اه. وذكر اموتسا. اللي هو. اللي هو السونار دلوقتي. اللي هو السونار دلوقتي. الامح والشعير. فكان يجيب البول بتاعها ويحطه. فاذا الامح نمى يبقى هجيب ولد. اذا الشعير نمى يبقى هجيب بنت. دكتور احمد عمار وستاذ النسا والتوليد فيه. ودي نفعت. وهقول لك اه. احمد عمار جربها بقى وستاذ النسا والتوليد. اه. ومعاه بول غاليونج. اللي هو. واستاذ الاندوكراورجي باردو زميل. اه طبعا. جابوا تلات انواع من البول. بول رجالة. وبول ستات غير حوامل. وبول ستات حوامل. لم يحدث انبات على الامح والشعير. لم يحدث انبات في بول الرجال او الستات الغير حوامل. وحدث انبات بنسبة تسعة ستين في المية. بول ستات الحوامل. لكن ما ادروس يفرقوا. اذا كان القادم ذكر ام انثى. وفي تفسيرهم ان التربة اتغيرت. الكيماوي دخل عليها. بذور الامح اتغيرت. كل الحاجات دهيا. مفهوم. مفهوم. فكانوا يستخدمون هذا لتشخيص الجنين القادم. الحاجة التالتة. حاجة التالتة بقى كانت السبانخ. عصيدة السبانخ. ما كان يبقى واحد عنده بوهاء. هو ما عاوز يعرف. اذا كان ده نتيجة المادة الصمراء اللي سامية دلوقتي الميلانين. هي اللي نقصة. ولا هي امراض اخرى هي السبب. فكان يجيب العصيدة دهيا. ويحطها على الحتة البيضة. ويعرضها للشمس. هذه العصيدة تعمل تركيز للاشعاء الكوني. فيجيب المادة الصمراء وتحطها. وتسمر الحتة دهيا. نتيجة عصيدة السبانخ دهيا. والسبانخ طبعا الدكتور مجدي يقول لنا ان فيها حديد. والحديد ممكن يكون يعني يقدر يفسر لنا الحتة دهيا. طبعا طبعا. فده في تشخيص. طبعا. الحقيقة السبانخ طبعا حاجة عزيمة جدا لكونها خضرات ورقية خضرة. ليه السبانخ من من الخضرات المكروهة عند الاجيال. مش عارف انا انا شخصيا من اشاقة. بس معرفش تقول للا اي شاب ولا شاب السبانخ كأنك بتقول لها حديك حقنا. الصورة من صور الجهل. 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 وضحالة الفكر والثقافة الغذائية. زي بالضبط الخبيزة. اما بنقول يا خبيزة. في كتير ما يعرفوش يعني ايه خبيزة. عمرهم ما سموا عنها. رغم. ان الخضروات الورقية الخضراء. هي الحاجات الوحيدة. اللي بتحتوي على مركبات الفلوفونايدز. اللي هي المركبات الوحيدة. اللي تقدر تاخد الزنك تدخله جوة الخلية. عشان يرفع المناعة. ولذلك في جائحة كورونا. اما كان بيبقى ضمن البروتوكول. خدوا زنك. روش قيمة. زي ما قالكم زي ما هنزلو. ايه اللي هيعمله اكتيفيشن. جوة الجزء. ما كل حاجة محتاجة وسطة جنبيها. داعم يدخله به. الزنك محتاج فلوفونايدز. عشان يدخله جوة. هم موجود في السمال. ما اي قدروات ورقية خضرة. خضرة. اه. وده اللي خلى. اكلتش الملوخية الناشفة. ليه الشلولة او الشلولة او الكزا. تعتبر حل لقصة الكورونا. طب ليه انا اسف معانا توم. طب. ليه الملوخية الناشفة. ليه مش الملوخية بتاعتنا. الملوخية الجافة. هي الوحيدة اللي تقدر ساعتك تاخد منها جرعة كبيرة. وتدعك فيها برضو جرعة كبيرة من التوم. وتدعك معها جرعة كبيرة من عصير الليمون. وتقدر تزود المية السقعة عشان تحافظ على مادة الميو السولج. اللي هي المادة المخاطية. اللي هي من اكفأ مضادات الاورام. اللي اكتشفها المصري القديم. مفهوم. لكن الملوخية بقى بالتشة والغالية والحاجات دي. ماشي. طعمة بس. اه طعمة. زريفة برضو. طب هل السبانك لما انا بعملها. وبحطها على البوتجاز ومشعفها. مش بتفقد. يتأثر منها فقط فيتامين سي. هو اللي بتأثر بالحرارة. ولكن فيتامين ايه. زي ما عدت الدكتور تفضل. لا يتأثر الا بالاحماد. والزنك يفضل. اه. الزنك موجود. والفلوفونايز موجود. وكله موجود. حيلا. فيتامين ايه. لا يتأثر الا بالاحماد. ولذلك كتر التسبيك. يزود الوسط الحمضي فيضيع لي فيتامين ايه. ولذلك حتة تيكا واي. بسرعة وكل. ولذلك المصري القديم عارف تلت طرق للطائف. فقط. السلق. الخبز. الشاي. انما لا عارف قلي. ودي مشكلة نقلة. ولا تحمير. انصاف الثقافات. صح. المجتمع الغربي درجة الحرارة عنده صفر. انا درجة الحرارة عندي اربعين. هو يأكل مقلي براحته. هو يأكل دهون براحته. انا يأكل دهون ومقليات اعمل بيها ايه. عشان كده لو سعتك. ودي النقطة اللي حداك تفضلت بيها. النهاردة من تلاتين اربعين سنة. ابتدت الاوزان تزيد جدا. النشاطي ايه اللي جدا. صح. الدخول الاغذية الداخيلة اللي من برا. يا بي ده واحد تلاتين سنة يقول لك انا عندي كولسترول. بالزبط. تلاتين سنة. بالزبط. بما فيها المقليات مش بتاعتي. دي مش بتاعتي. ايه دي المشكلة. طيب دي نقطة مهمة اوي اوي اوي. ان ثقافة المقليات. اه. مش ثقافت. لا مش بتاعتي. وما تناسبناش. خالص. وده غزو خارجي. مظبوط. كل الاغذية الانماط اللي الجبنة المتزارية اللي محطوطة عليها. دي خمسة واربعين في المية دسم نباتي. ونرجع بعد كده نشتكي نقول ال ال دي ال والكولسترول بيعلى. كولسترول الدار بيعلى عند الناس. ليه? الاورام السرطانية زادت ليه? يا سياتر. دسم النباتي. الجبنة. الحيواني تمام. اه الحيواني اوكي. صح. مفيش كيلة بالزبط. اه. لاننا تعلمنا وعلمنا غلط. انما عارفنا الحقيقة. لان بكل اسف احنا كنالنا عشرين تلاتين سنة وقد. سعدت الدكتور واسيم بيه. ايدني. كنالنا عشرين تلاتين سنة. ايه زمن العالم كان اللي بيقود الابحاث. الاقتصاد. مصالح الشركات. لا طي ايه ده على فكرة حد النهاردة. يعني. لا ده الحد النهاردة. ودي مشكلة كبيرة. الاقتصاد والرأس مالية هي اللي بتحكم العالم. مشكلة كبيرة. شركات الادوية هي اللي بتحكم الصحة. مزبوط. شركات الأدوية هيا بتحكم صحة ومتحدد يلا بقى ننزل بالوباء ده دلوقتي وده جعبت ده يا رئيس كلسترول المتهم البريق أنا عملت مقدمة لكتاب المتهم البريق متهمينه بإنه وإنه وإنه مع إن كل جدران الخلايا معمولة من كلسترول كل الهورمونات لابد منك كلسترول عشان هي تتم وبعدين هذا الكتاب اللي أنا عملت له المقدمة وطلع الكتاب ده هو الدكتور ده هو جايب صورة الشيك اللي بخمسمائة ألف دولار اللي مدفوع للجهة المعينة وهو كتب عشان تقدر يعني تنشط حكاية النباتين والحاجات الإيجرية ده المهضراجة ده كلها لكن أخيرا وبعدين كتب في هذا الكتاب إن كل الأدوية بتاعت الكوليسترول لقي ما تلاه ولا بتعمل أي حاج وإن نسيت لأنس واحد له بيقول لي الكوليسترول عندي عالي ومتين وخمسين وبتاعه وباخد أدوية وبتاعه ومفيش فايدة قلت له جرب التوم وبعد شهرين أنا نسيت ليته بيتكلم معايا وبيقول لي أنا زعلان منك قلت له ليه فيه إيه أنا نسيت قال لي بقى معاك النصيحة ده هيا نوس هيبني قلت له ليه قال ليه ما خدت أدوية بعد كاية التوم دي قلت له خد 3-4 فصوص توم كل يوم بعد العشا مع الزبادي بالليل الكوليسترول ينزل لـ 150 بس بالتوم ووقف أدوية الكوليسترول كلها وبعدين في الكتاب ده هوان اللي أنا قريته ده هوان جايب لك بقى زي شركات الأدوية بتلعب بعقول الناس إن التحسن يبقى او 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 وان مش عارف ايه هم يعملو لك لا يذكر يا حساب رياضي كده ويطلعوها بصر نقطور عنا من أفاكر من أيام الفلوانزا الخنزير والفلوانزا الطيورة وأنا مؤمن أن العالم يدار من خلال بعض المافيات صح مافيا السلاح ومافيا الدواء هي العالم يدار كده وورا استطار بهذه المافيات بس أنا شاء الوقت بس عايز أعرف مين ابن الحلال صح إذا جاز يتقال عليه ابن حلال اللي جيه في لحظة ما من الزمن وأقنع المصريين إنه سامنا البلدي والزيبت أدول مدرين وإن إحنا لازم نطبخ بالزيوت المهدرجة والمشعارفين والبلاء والسوداني ده ابن حلال فرنسا بس هو مش فرض مش فرض لا مش فرض دي منظمات واخد اسم منظمات علمية كمان طبعا في المجتمع الغربي وطبعا لأنا قلت ده مصيبة طبعا دي كارسة أنا من زبان يا دكتور وأنا مش فاهم ليه زبان مش عارف إيه جات في فترة كده أقل لك أنا عريش ابعدي عن السامنا البلدي اللي كلها بشعب إيه عن الزبدة اللي كلها إيه الناس الصحية الشيك المحترمة اللي تطبخ بالزيت واللي مش عارفين بالعكس بالعكس ده كل ده مصالح الشركات خلينا نقول إن الزيت في مجموعة أوميجا 6 غير أوميجا 3 أوميجا 6 دي بتعجز بتعجز الخلايا تخلي الشيب والعجز والوهن يدب في الخلية منشأ لكتير من الأورام الناس فاهم غلط الزيت الوحيد المستسنى هو زيت ساتون بيتقلوش بقى يا دكتور بيتقال يا فنجل بيتقال بيتقال ده أنا نزل لولا إن أنا طرحتها دلوقتي يمكن كلام ده أصبح خلاص مسكوت عنه عقود مشكلة جميلة ده لازم كل يوم تطلعوا تقولوا الكلام ده لأنه في جريمة بتحصل في كل بيت كل يوم وللأسف أنت عارف يعني نسبة الثقافة مش مش منتشرة قوي عند كل الستات المصرية هي طبعا وعية بالفطرة وكده لكن الثقافة العلمية كده فمن ساعة ما سمعت إن هو تطبخي بالسمنة أو تطبخي بالزبدة ومش عارف كده رامت الحاجات دي كلها وبقت تطبخ بالزيوت المهدرجة اللي هي مصيبة أنا جدي كان بيشر بالسمنة سكة كده ومات 97 سنة وكان يفوت في الدراعه في الحيطة يعدي تعليقا على إن كلام سعاد دكتور رسين بالسمنة مفهاش كلسترول الزبدة فيها شوية كلسترول أما من سياحها بتنزل للمورتا المورتا جاي من الكلمة الإيطالي مورتو بس حتى لو فيك رسطول مش الزبدة دي جاية من حيواني بالزبدة يبقى حتى الزهن بتاحها بو فيه محتاجينها محتاجينها كارسة الكوارث الجديدة اللي موجودة النهاردة وشد أزهان الناس أختم بيها عشان ما قد ساعدتك بدائل اللبن آه لأ لبن فول الصوية فول الصوية مالين استروجين هارمون إنساوي نرجع بعد كده نشتجي نقول في أجراء هارمون إنساوي أه طبعا أنا أريس طبعا ده ده الصوية لبن فول صوية لبن لوز لبن جوز هند هو أنا عايز من اللبن إيه لونه أنا عايز بتاعته مكونات 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 أي مش خانتب هو لبن المقرى ماله راح فين لبن الجاموسة يا لبن الميع زمانه يعني ليه من دور على بدائل ما حنا عندنا الأصل أنا أنا مش هرد عشان أنا مؤدب خلينا كل أنا مؤدبين شرفت ونوارت يا دكتور كانت ممتعة وشكرا جزيلا على هداية القيمة شكرا تشرفتني يا دكتور مجدي وإن شاء الله لن يكون لقاءنا الأخير بإذن الله شرف ليا شكرا لحضراتكم